أكد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهابة الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور تراجع حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 60% حتى العام 2020 بعد تطبيق الاستراتيجية المرورية الشاملة التي أطلقتها الإدارة في العام 2015 فيما تراجعت الحوادث بنسبة 35% خلال الفترة من العام الماضي وحتى أغسطس 2021 ما يجعل مملكة البحرين الأكثر انخفاضا على المستوى الإقليمي في معادلات الحوادث المرورية أشاري أن هذا التطور يكتسب أهميته الإضافية في ظل زيادة نسبة المركبات إلى 21% وكثافة الحركة المرورية وبناء مدن جديدة ضمن المشاريع الحذرية كما أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور على تطوير المنظومة المرورية وتوظيف التكنولوجيا من خلال الأنظمة الذكية في مراقبة الحركة وتطبيق القانون والعمل الميداني بتواجد الدوريات الراجلة والمتحركة ودراسة موقع الشوارع التي تحتاج تغييرات هندسية خاصة مواقع الحوادث المرورية